السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في كايرو دار دار العلم الكل دار والنهاردة ان شاء الله في المحاضرة بتاعت النهاردة هنعمل مراجعة على الفصل التاني وخصوصا اجهزة القياس وهتبقى مراجعتنا على شكل مجموعة من علل ومع معنى انى ومقارنات وكده بس بعدها ان شاء الله هندي مجموعة كويسة جدا من المسائل تخص فقط اجهزة القياس ونبدأ مع بعض الدرس بتاع النهاردة ان شاء الله واول مجموعة في الاسئلة بتقول ما معنى انى واول سؤال فيها بيقول ما معنى انى كسافة الفضل المغناطيسة عنده نقطة بيساوي اتنين من عشرة تسلا والسؤال التاني بيقول ما معنى انى حساسية الجلفانو زو الملف المتحرك بيساوي اتنين درجة لكل انبير السؤال الاول اجابته لما يقول لي ما معنى انى كسافة الفضل المغناطيسة عنده نقطة اقول له اي ان القوة المؤثرة على سيلك طول واحد متر ويمر بيه طيار كرابي شنتيت واحد انبير وموضوع عمودي على مجال مغناطيسي ممتزم هذه القوة تساوي اتنين من عشرة نيوتن طبعا احنا جيبنا الاجابة من القانون اللي بيقول ان البي بتساوي الاف على الاي في الال اللي هي القوة المغناطيسية المؤثرة على سيلك مستقيم ما معنى ان حساسية جلفانو متر بتساوي اتنين درجة لكل انبير معنى هذا الكلام انه اذا مر طيار كرابي شديته واحد امبير في ملف الجلفانو ينحرف المؤشر بمقدار الزاوية او زاوية مقدارها اتنين درجة اه المجموعة التانية من الاسئلة بتقول ان ما معنى ان حساسية جلفانو هنا بقى جابها جاب السؤال بتاع حساسية الجلفانو بس بطريقة تانية بقول حساسية جلفانو ما معنى ان حساسية الجلفانو واحد من عشرة زاوية نصف قطرية لكل ما قالش درجة الزاوية نصف قطرية يعني المؤشر بيتحرك في مسار دائري يعني نهايته تتحرك في مسار دائري او ما اقول له اه معنى ذلك ان الزاوية تنحراه في الملف اللي هيصنعها لما يمر فيه طيار كهرابي شدته واحد مايكرو امبير هذه الزاوية بتساوي واحد من عشرة زاوية نصف قطرية ونعرف ان الزاوية نصف قطرية بتقاس بوحدة تسمى راديان فهنا نقول ان زاوية انحراف الملف عندما يمر به طيار شدته واحد مايكرو امبير هتساوي واحد من عشرة زاوية نصف قطرية ما معنى ان الفيض المغناطيسي بيساوي اربعة وبر طبعا انا علي كزا اجيب كزا تعريف زي ما كان فيه كزا تعريف للتيسلا لكن احنا بنخص النهاردة ان احنا هنقول انه هذا الفيض الذي يخترق عموديا لفة واحدة من ملف اذا ان عدم تدريجيا في زمن قدر واحد ثانية فانه يولد قوة مخضرها اربعة فولت دي طريقة للسؤال ما معنى ان عزم سنائي القطب المغناطيسي العزم سنائي القطب العزم العزم الازدواج بيساوي نص نيوتن متر نص نيوتن متر اقول له اي ان عزم الازدواج المغناطيسي اللي هيقصر على ملف بيمر فيه طرشدة واحد امبير ومستوى الملف موازي للمجال المغناطيسي يعني العزم نهاية عزمة هذا العزم اللي موضوع في المجال والمجال كسافة فيض واحد تسلا هذا العزم يساوي الخمسة من عشرة نيوتن في متر وانا عارف ان وحدة العزم هي النيوتن في متر المجموعة التانية من الاسئلة والاسئلة المجموعة التانية احنا نبهنا عليها ان بتيجي دايما في الامتحانات وقلتن هذا السؤال مهم جدا لانه هيتكلم عن الفكرة العلمية او نظرية العمل او الاساس العلمي للاجهزة او للتجارب او لاي حاجة فهنقول اول فكرة علمية هي فكرة الجلفانومتر واقول ان الفكرة العلمية لالجلفانومتر القوة والعزم وقلنا القوة بتأثر على سلك اما العزم يؤثر على ملف فاقول اذا مر طيار كهرابي في ملف هذا الطيار الكهرابي لو مر في الملف بس بشرط يكون الملف قابل للحركة فانه يتأثر بقوة مغناطسية وعزم دوران يؤدي الى دوران الملف قلنا بنسبت على الملف مؤشر مؤشر يتحرك على تدريج وبكده يقدر يقيس زاوية الدوران اللي هتدل على شدة الطيار او اي حاجة تاني طيب ما نظرية عمل الاميتر والفولتاميتر اكيد احنا حولنا في شرحنا للمحاضرة اللي فاتت الجيلفانومتر الى اميتر ثم حولناه بعد كده الى فولتاميتر فيبقى عمل الاميتر والفولتاميتر يعملان على اساس الجيلفانومتر والجيلفانومتر بيعمل على اساس القوة والعزم المغناطس ما فكرة عمل المجزء مجزء الطيار خليكوا فاكرين ان مجزء الطيار فكرة اساسها ان انا اوصل مع ملف الجيلفانو مقاومة صغيرة جدا بس على التوازي تجزئ شدة الطيار فترفع من كفاءة الجيلفانو ان يقيز شدة الطيار اعلى وما يأثرش في مقاومة الدائرة وتحافز على مقاومة ملف الجيلفانو من الاحتراء ماذا نظرية عمل المقاومة مضاعف الجهد قلت مقاومة مضاعف الجهد في شرحينها للفولتاميتر انها مقاومة كبيرة جدا ووصلها مع ملف الجيلفانو على التوالي وبكدا يتحول الجيلفانو متر الى فلتاميتر لقياس فرق جهد اعلى وكمان تمنع مرور طيار عالي في ملف الجيلفانو في ملف الفلتاميتر لانه هيتوصل بين طرفين النقطتين او المقاومة او الجهاز على التوازي وبكده لا يؤثر في فرق الجهد اما الام ميتر بقى وده الجهاز الاخير في مجموعة الاجهزة فقلنا يبنى عمله على قانون اوم معنى الكلام ان الاي هتساوي الفي بي على الار بس بشرط ان تكون الفي بي لعمود عياري يعني ايه عمود عياري يعني قوة الدفعة الكهربية سابتة طول مدة القياس ما تتغيرش اذا هي مقدار سابت وعندها تتناسب شدة الطيار تناسبا عكسيا مع المقاومة معناه ان اي تغير في المقاومة بالزيادة يعطي نقص في شدة الطيار اي قل انحراف المؤشر للام ميتر وبكده يبقى تدريج الام ميتر عكس تدريج الام المجموعة التالتة والمجموعة التالتة مهمة جدا لانه بيتكلم عن حاجة همه جدا كلم عن انه هيديرك في الامتحان اشكال بيانية ويقولك هات الميل ثم اوجد المعادلة الرياضية لهذا الميل او للقانون المستخدم للشكل ثم منه اوجد قيمة الميل المجموعة الاولى زم انت شايف معايا فيها هنا على المحور الرأسي البيل وكسافة الفضل سلك وعلى المجموعة الرأس الافقية فيه هنا على المحور الافقي فيه شدة الطيار فيقول لي هات الميل اقول له ده سؤال لاي طالب ان الميل دائما يساوي تغير الرأسي على تغير الافق بس هو هنا مش عاوز تغير او ما اقول له يبقى الميل يساوي الرأسي على طول على الافق طيب الرأس ايه هو البي والافقي هو الاي يبقى الميل يساوي البي على الاي طيب هنا برضو البي على الاي طيب هنا برضو البي على الاي بس لاحظ بقى يبقى في الثلاثة الميل يساوي البي على الاي بس هنا اللي هيفرق بقى في العلاقة الرياضية او في القانون أن هنا قال لي أن البي هي كسافة الفيض لسلك هنا قال لي في مركز كسافة الفيض في مركز ملف دائري هنا قال لي كسافة الفيض في محور ملف لو لا بي إذن اختلف الأمر وبناء عليه هيختلف القانون فهنا القانون في حالة سلك مستقيم هيبقى البي تساوي ميو في آي على اثنين باي دي أما في حالة الملف الدائري فكلنا فاكرين أن البي تساوي ميو إن عشان الملف ميو إن آي على اثنين آر والآر هي نصف خطر الملف طيب في حالة الملف اللولبي أو الحلزوني الميو بتساوي البي بتساوي ميو إن آي ميو إن آي حيث الميو معامل النفازية المغناطسية للوصل إن عدد اللفات الآي شدة الطيار المر في الملف طب على إل والإل هي طول محور طول محور الملف يعني من أول لفة لآخر لفة وعايز أولادنا كلهم يفهموا الفرق بين طول محور الملف وطول سلك الملف طول سلك الملف ده حاجة تانية إنني بضرب عدد اللفات في محيط اللفة الوحدة إنما طول محور الملف اللي هو من أول لفة لآخر لفة هنا قلنا لما جبت الميل الميل نفسه بي على آي وهنا بي على آي وهنا بي على آي طيب القانون كتبناه طيب لما أخد البي على الآي هنا بتساوي إيه أقول تساوي الميو على اثنين بيضية تبقى دي قيمة الميل هنا ميو إن على اثنين آر ليه؟ هاخد البي على الآي يتبقى إيه؟ تبقى الميو والإن والاثنين آر هنا هاخد البي على الآي تبقى إيه؟ ميو إن على الآل ودي اسمها قيمة الميل في الثلاث حالات اللي قدام الشكل المجموعة التانية في الميل هنا عاطيني البي وهنا الآي هنا الاف وهنا الال خطة عن السلك عاطيني المقلوب فهنا نقول إيه؟ في الحالة الأولى إن إحنا عندنا هنا خلينا في الشكل رقم اثنين وده اعتبروه لأنه فيه خطأ فهنلغي الشكل الأولاني ده نلغيه أنا ما بشرحوش فهنا هنقول الشكل التاني هنا الاف وهنا الال فلما أخد الاف على الال اف على ال من العلاقة اف بتساوي بي اي ال صين سيتا ده العلاقة فلما أخد الاف على الال ايه الباقي بي واي وصين سيتا دي هي قيمة الميل لكن الميل نفسه قيمة الميل ذاته يسوي اف على الال هنا اف على اي طيب العلاقة بتقول اف تساوي بي اي ال صين سيتا فلما أخد الاف على الاي يتبقى البي في الال في الصين سيتا وبكده يبقى احنا فهمنا انه لما يديني اي شكل بياني الميل دايما يساوي الرأس على الافق طب وبعدين اجيب القانون طب وبعدين اعزل قيمة الميل اللي معطاه من الشكل البياني في نحية الباقي من القانون في النحية التانية يبقى الميل يساوي القيمة البقية من القانون مهما كانت رموزها بس اخلي بالي هل الميل بيتناسب ترضيا مع تلك القيمة ولا يتناسب عكسيا لانه ممكن يقول لي اثرت قوة على السلكين في مجالين مختلفين اي القوتين اكبر على السلك طبعا انا لازم افهم ان العلاقة هل هي علاقة ترضية ولا علاقة عكسي المجموعة اللي جاية بقى من الاسئلة على شكل مسائل والمسائل قلت هتخص فقط اجهزة القياس المسألة الاولانية وخلي بالكم كل المسائل ان شاء الله اللي هنشرحها النهاردة هتتركز اساسا على امتحانات الاعوام السابقة اما لوزارة التربية والتعليم واما لمشيخة الازهر الشريف ان شاء الله فالمسألة الاولانية اللي هناخدها النهاردة جات في امتحانات مصر في وزارة التربية والتعليم سنة 2012 المسألة بتقول جلفانو متر زومي لف متحرك لا يتحمل ملفه لا يتحمل ملفه طيار اكبر من 500 مايكرو امبير وانا قلت لما تيجي بالمايكرو او تيجي بالملي انا ماليش دعوة لا انا ما جا حل المسألة هحل بالوحدات العملية فلو جت بالمايكرو اضرب القيمة المعطاه في 10 سالب 6 طب لو جت بالمايكرو اضرب القيمة المعطاه في 10 سالب 3 فهنا بيقول لي جلفانو مترز وملف متحرك لا يتحمل طياره ملفه طيار اكبر من 500 مايكرو وينحارف مؤشره الى نهاية التدريج وفي حالة وجود في حالة وجود فرق جهد اربعة من مية فولت لاحظ ان الاربعة من مية فولت اللي هي بتعطي اقصى انحراف لمؤشر جلفانو يبقى ده ايه يبقى ده فرق الجهد للجلفانو اللي هسميه الفي جي طيب يمكن كيف يمكن تحويله الى اميتر ليقيس طيار شدته 500 مايكرو امبير يبقى ده بعد ما حوله بعد ما حوله الى اميتر اقصى طيار فانا هسمي الطيار الاولاني اي جي وسمي الطيار التاني اللي هو بالملي الاي الكلية ويلا نشوف مع بعض نحل كده المسألة مع بعض نشوفها كده يلا بسم الله نحل المسألة ونقول ايه طبعا افكركم بس ان احنا نبقى شايلين معانا معلومات المسألة ومعلومات المسألة اللي هو الدهالي قال لي ان الاي الاي جي اعطاهالي تساوي 500 ميكرو امبير او منضرب ال 500 في 10 استسالب 6 وكده تصبح شدة الطيار بالامبير الاي جي اعطاني قلنا فرق جهد يعطي اقصى انحراف عشان كده هسميه الفي جي ونقول ان الفي جي تساوي اربعة من مية فولت اعطاني بعد كده شدة الطيار الكل اللي هيقيسه الاميتر وقال ان شدة الطيار تساوي 500 ميلي فانا هكتب 500 واضرب في 10 استسالب 3 عشان احولها الى امبير طيب هو بيقول كيف يمكن تحويله اقوله يوصل مع ملفه مقاومة صغيرة جدا تسمى مجزء الطيار هذا المجزء يسمى بي الار اس وانا عندي الار اس بتساوي الاي جي في الار جي على الاي ناقص الاي جي لو بصيت للقانون هلاقي ان الاي جي موجودة اه موجودة بس الار جي ما هياش موجودة ما هياش ايه الار جي ما هياش ايه ما هياش موجود طيب بس انا عندي الاي جي ار جي بتساوي الفي جي اهو يبقى انا هاشي للاي جي ار جي دي اهي واحط مكانها الفي جي واقول له اذا واقول له اذا الار اس تساوي الار اس تساوي الفي جي على الاي ناقص الاي جي وكده يبقى ده القانون اللي احنا هنعوض فيه بالقيم الموجودة الفي جي موجود والاي موجود والاي جي موجود فقط هجيب مين هجيب الار اس نعوض اقول له اذا اذا الار اس تساوي عندنا الاي عندنا الفي جي قلنا باربعة من مية على الاي اللي هي خمسمية في عشرة وس سالب ثلاثة ناقص الاي جي اللي هي الخمسمية في العشرة في العشرة ناقص ستة بالالة الحسبة واحسب قيمة الار اس هلاقي ان الار اس تساوي تمانية من عشرة اوم بس لازم بعد ما حسبتها اقول له وتوصل مع ملف الجيلفانو متر على التوازي لان احنا محتاجين ان احنا نحوله الى فولتاميتر وقلنا اسمها مقاومة او مجزء لشدة الايه لشدة الطيقة نشوف مع بعض المثال رقم اتنين والمثال رقم اتنين بيقول اني شوفوا كده مع بعض المسألة هنا للازهر 2011 ومسائل الازهر بصراحة بتعتمد على لغة عربية فصيحة قوية في اللغة فعشان كده لازم وانا بقرأ مسألة الازهر اضغط شوية على الفاظ اللغة فيه هنا بيقول في المسألة جيلفانو متر مقاومة ملفه عشرة اوم تبقى دي ايه دي الار جي اقصى طيار يمكن قياسه بواسطته ربعمائة ميلي امبير يبقى دا التدريج كل التدريج بقول وصل بمجزء للطيار ثم وصل في دائرة كهربية تحتوي على مقاومة 8 اوم وعمود كهربي قوته الدفعة 51.5 فولت مهمة للمقاومة الداخلية عند غلق الدائرة ايوه انحرف مؤشر الجيلفانو الى 3 على 4 من التدريج اللي هو التدريج الاربعين ميلي امبير بيقول احسب قيمة المجزء احسب قيمة الايه المجزء تمام المؤشر انحرف الى 3 على 4 من قيمة التدريج يبقى الاي جي هتساوي 3 على 4 من التدريج اللي فوق اللي هو الاربعين ونبدأ نحل سوا كده المسألة مع بعض ونشوفها كده مع بعض الحل بس نرسم مع بعض الدائرة لان رسم الدائرة اكيد هيساعدنا كتير وهنا بيقول لي ايه ان هو عطيني عطيني هنا كده مقاومة قيمة المقاومة دي 8 اوم وبعدين جي هنا راح واخد الجلفانو اللي مقاومة ملفه عشرة اوم وبعدين وصل معاه مقاومة ر اس هنا كده اهي ادي الار اس وبعدين وصله مع بطارية او عمود قوته الدفعة واحد ونص فولت وبعدين طبعا اكيد اي دائرة بيبقى فيها مفتاح بعدين كده ابيقول لي ايه بقى هات الاول قيمة الار اس او ما انا اقول له انني عشان اجيب الار اس لازم اجيب قيمة الار جي الاي جي طيب الاي جي هتساوي ايه هتساوي تلات اربع تلاتة على اربعة من قيمة التدريج اللي هو عطهولي اللي هو كام اللي هو اربعين ميلي امبير او ما لما جيب التلاتة فاربعة هتطلعها تطلع تلاتين او التلاتة تربع تلاتين ميلي امبير تلاتين ميلي امبير دي اضربها في عشرة اس سالب تلاتة على اساس تصبح بي الامبير وبكده يبقى انا عندي الاي جي او بعد كده اقول له انني علي من الاي جي اجيب الفي جي او نجيب الايه الفي جي طيب الفي جي هتساوي ايه هتساوي الاي جي في الار جي طيب الفي جي الفي جي في الار جي الفي جي في الار جي الاي جي في الار جي انا عندي الاي جي بتلاتين في عشرة اس سالب تلاتة طيب والار جي عطهالي هنا في المسألة قيمتها عشرة او ما نضرب الكلام ده في عشرة يبقى التلاتين في الالتين عشرة سالب تلاتة في عشرة الكلام ده يساوي تلاتة من عشرة فولت ويبقى عندي كده الفي جي طبعا محسوب بوحدة مين بوحدة الفولت كده حسبناه طيب انا حسبت كده فرق الجهد اللي على طرفي الجي الفانو متر والمقاومة بتاعته اللي هو المجزء الار اس طيب الفرق الجهد الكل كام واحد ونصف فولت انا خدت فرق الجهد اللي هنا في المنطقة من هنا ل هنا اللي هو على طرفي الار اس والجي الفانو طلع معايا تلاتة من عشرة فولت طيب يبقى فرق الجهد اللي على طرفي المقاومة 8 اوم يعني بين النقطتين دول يساوي كم او ما سميه فرق الجهد على طرفي المقاومة 8 اوم يساوي فرق الجهد الكل للبطارية او القوة الدفعة الكهربية البطارية اللي هي الواحد ونص ناقص ثلاثة من عشرة فولت يبقى هذا الفرق الجهد يساوي واحد واثنين من عشرة فولت كده اصبح انا عندي فرق الجهد اللي على طرفي المقاومة طيب لما انا جبت فرق الجهد عليها الان اجيب شدة الطيار الكل ليه لان شدة الطيار الكل هو نفس شدة الطيار اللي هيمر في المقاومة لان انا لما هقفل الدايرة الطيار هيخرج كده هيمر في المقاومة 8 ويبقى يتجزأ داخل الجلفانو تمام يبقى انا اجيب شدة الطيار هتساوي ايه هتساوي فرق الجهد على طرفي المقاومة اللي هو V8 اوم مقسوم على التمانية اوم الار التمانية اللي هي قيمة المقاومة طيب فرق الجهد كام فرق الجهد احنا حسبينه واحد من اتنين من عشر على قيمة المقاومة اللي هي التمانية اوم يبقى هنا او ما اقول يبقى شدة الطيار الكل تساوي خمستاشر من مية امبير كده اصبح شدة الطيار الكل موجود والاي جي عندي موجود من خلالهم هما الاتنين ممكن اجيب الار اس اللي هي مجزء الطيار يبقى انا هجيب مقاومة المجزء اللي هي مجزء شدة الطيار وانا قلت ان قيمة مقاومة المجزء اللي هي الار اس تساوي الاجي في الار جي على الاي ناقص الاي جي الكلام ده يساوي فقط نعود اقول له الاجي اللي احنا لسه حسبينه من قيمة التدريج اللي هي 30 في 10 أس سالب 3 واضرب فيه ال-RG اللي قيمتها عندنا بعشرة واقسم على I الكلية اللي احنا حسبناها 15 من 100 أمبير ناقص ال-IG اللي هو نفسه اللي هو 30 فيه 10 أس سالب 3 وعن طريق الألة الحسبة أحسب ال-RS ألاقي إن ال-RS بتساوي 2.5 أم والمسألة جميلة ومهمة لأن مسائل الأظهر دايما بيبقى فيها فكرة جميلة جدا جدا وطريقة حلها برضو بتبقى جميلة خلي بالكم إن فيه لسه فيه طريقة هنا ممكن أجيب منها الكلام ده ليه لأن أنا عليها أجيب الطير المارر في ال-RS اللي هو ال-I الكلية ناقص ال-I ال-G اللي مارر وبعدين أقول R-S وال-RG على التوازي يبقى ال-I 1 في ال-R 1 هيتساوي ال-I 2 في ال-R 2 وأعود في القانون ده واجيب منه أيضا ال-RS ده للي عايز يحل أيضا بطريقة تانية للمسألة المسألة اللي بعد كده ونشوفها مع بعض كده المسألة اللي جاية مسألة مصر 99 بتقول دائرة كهربية تحتوي على مقاومة 10 أوم موصلة على التوازي بفلتاميتر مقاومته 50 أوم وعندما مر بالدائرة طيار كهرابي شدته 6 من 10 أمبير انحرف مؤشر الفلتاميتر إلى نهاية التدريب احسب قراءة الفلتاميتر حينئز جميل وإذا وصل ملف الفلتاميتر بعد ذلك بعد الكلام الأولاني بمقاومة على التوالي قيمتها أربعة الف تسعمية وخمسين أوم احسب أقصى فرق جهد يمكن أن يقيصه الفلتاميتر في هذه الحالة نشوف مع بعض بس نفتكر دايما معلومات المسألة لأن معلومات المسألة مهمة جدا نشوف كده مع بعض الحال ونقول في المسألة دي هو قال إن هو عنده مقاومة قادي المقاومة قيمة المقاومة دي 10 أوم أهي وصل على التوازي معها فلتاميتر أهو آدي الفلتاميتر والفلتاميتر اللي هو عطهولي هنا في الحالة دي مقاومة ملفه مقاومة الملف بتاعه كلها على بعضها خمسين أوم ثم كان مارر طيار شدته ستة من عشرة أمبير أهو ستة من عشرة أمبير الحالة التانية إنه هيبقى يوصل هنا المقاومة اللي هي أربعة تلاف تسعمية وخمسين هيوصلها هنا على التوالي كده ففي الحالة دي من الكلام اللي قدامي علي أجيب المقاومة الكلية للمقاومتين العشرة أوم والخمسين أوم ولما أجيبها أسميها الأر داش وقلنا الأر داش بتساوي حاصل ضرب المقاومتين على حاصل المجموع لأنهم متصلتين على التوازي وأقول إن المقاومة الأولى بعشرة المقاومة بتاعت الجيلفان الفلتاميتر بخمسين على عشرة زائد خمسين الكلام دا طبعا يبقى أنا أجيبت المقاومة اللي هتساوي خمسة وعشرين أوم مقسومة على التلاتة أوم دي قيمة المقاومة للإيه للإتنين حيث إن أنا جبت بقى المقاومة للإتنين طيب وأنا عندي شدة الطيار المر في الكل يبقى أنا علي أجيب الفي جي اللي هو فرق الجهد أقصى اللي يعطي أقصى انحراف فرق الجهد للجيلفان اللي هيعطي أقصى انحراف هذا الفرق هيساوي إيه؟ هيساوي شدة الطيار الكلية مضروبة في الأر داش طيب شدة الطيار الكلية كام؟ شدة الطيار الكلية ستة من عشرة هضرب الستة من عشرة مضروبة في الارداش اللي هي 25 مقسومة على الثلاثة وبكده يبقى انا جبت الفي جي واقول ان الفي جي في هذه الحالة هتساوي 5 فولت يبقى انا اصبح عند الفي جي ب5 فولت طيب بعد كده قال لي ايه ان انا بعد ما جبت الفي جي علي اجيب مين علي اجيب الاي جي واقول له ايه واقول له ان الاي جي اللي هو شدة الطيارة اللي تحطي اقصى انحراف هتساوي الفي جي مقسومة على الار جي تمام الفي جي هو عطهولي بكام عطهولي ب5 والار جي اللي هي مقاومة الفولتاميتر في الحالة دي اللي هي كام الخمسين يبقى ازا الاي جي تساوي واحد على عشرة اللي هي واحد من عشرة امبير كده اصبح عند الاي جي وعند مين وعند الفي جي جميل هنا بقى قال ايه بعد كده بيقول لي هات اقصى فرق جهدي يمكن ان يقيسه اذا وصلت هنا مقاومة على التوالي يعني الدايرة هتصبح الدايرة نرسمها سواء هو هتصبح الدايرة شكلها ايه ان المقاومة دي عشرة زي ما هي اهي وبعدين جي رح موصل الجي الفولتاميتر اللي هو مقاومته كانت 50 مع مقاومة على التوالي قيمة المقاومة اللي على التوالي دي في الحالة دي قيمتها كام اقول قيمتها 4950 اوم طيب ودي هسميها ايه في الحالة دي هسميها الار ام وبقول لي احسب اقصى فرق جهدي يمكن ان يقيسه الفولتاميتر في هذه الحالة اقول له ان اقصى فرق جهدي للفولتاميتر اللي اسمه الفي هيساوي الاي جي وقلت ان القانون اللي احنا هنكتبه دلوقتي قانون هم جدا في الار جي زائد الار ام انا لسه حاسب الاي جي لسه حاسبينه من شوية وكان عشر امبير واحد على عشرة اضرب في الار جي والار جي قيمتها خمسين اوم والار ام اللي هو وصلها اللي قيمتها اربعة تلاف وتسعمية وخمسين اوم كده ومنها اجيب اقصى فرق جهدي يمكن ان يقيسه الجهاز في هذه الحالة عن طريق الالة الحزبة هلاقي ان اقصى فرق جهدي يمكن ان يقيسه الجهاز في هذه الحالة يساوي خمسمائة فولت مسألة جميلة وفيها فكرة حلوة حاول ترجعها تاني معايا بعد كده يرجع تاني وتفرج عليها مرة واثنين وين الى الراس ومعليش انا باعتذر النهاردة تاني عن ان يعني الحالة الصحية مش كويسة عشان كده باعتذر ان فيه حاجات بتظهر على الشاشة غزبين عني المرة المسألة اللي بعد كده بقى نشوفها مع بعض كده نشوف كده المسألة اللي جاية وان شاء الله تبقى فكرتها احلى واجمل جدا ونشوف المسألة اللي جاية المسألة هتقول ايه المسألة نشوفها كده اهو مسألة جات برضو في مصر 2012 بتقول جلفانو متر حساس مقاومة ملفه 40 اوم طيب يبقى ديات الار جي يعني حرف مؤشره الى نهاية التدريجة عند مرور طيار شدته 5 ميلي امبير يبقى دي الاي جي احسب قيمة المقاومة الموصلة مع الجلفانو متر مع بيان طريقة التوصيل في كل حالة من الحالات التالية ودي اشهر مسألة بتيجي بتجمع بين الفولتاميتر وتجمع ايه الاميتر مع بعض في مسألة واحدة فالجزء الاول في المسألة عايزه يقيس طيار اقصاه 20 امبير معناه ان انا هحول الجلفانو متر الى اميتر في الجزء التاني بيقول يقيس فرق جهد اقصاه 10 فولتي انا هحول الجلفانو متر الى فولتاميتر ما تنساش ان احنا ان شاء الله هنحل كده مع بعض المسألة ونشوفها مع بعض واحدة واحدة كده ونشوف كده الحل يلا مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم ونقول ان هو هنا في المسألة اداني شوية حاجات همه جدا ان هو في الاول اداني الار جي وقال ان الار جي لملف الجلفانو بتساوي 40 اوم طيب اللي بعده قال ان اقصى طيار يتحمله اقصى طيار يبقى الاي جي ماله يتحمله قمته كام قمته خمسة ايوا بس خمسة ميلي امبير قلت الميلي اضربه في عشرة اسسالب ثلاثة عشان احوله الى امبير طيب الحالة الاولى بيقول يقيس طيار يبقى انها حول الجهاز اميتر اروح انا اقوله رقم واحد في الحل رقم واحد في الحل اقوله انني هحول الجهاز الى اميتر يبقى في حالة الاميتر انا هحسب مين هحسب الار اس واقوله يبقى الار اس تساوي الاي جي في الار جي على الار جي في الار جي اللي الار جي هي الاربعين انا اسف في الار جي إلي هو خمسة في عشرة اسسالب ثلاثة على الآي اللي هو طالبها اللي هي عشرين أمبير ناقص الخمسة في العشرة أسسالب ثلاثة وعند آلة الحزبة عن طريق الآلة الحزبة أطلع الأر إس والأر إس تساوي واحد من مية أوم طبعا بعد ما أطلعها بالشكل ده لازم أقوله وتوصل 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 مع ملف الجلفانو الجلفانو متر لازم أقوله على التوازي لأنها تعتبر مجزء لشدة الطيار طيب في الحالة التانية نفس المعلومات بس هو عايز يحوله إلى اتنين عايز يحول الجهاز إلى فولتاميتر لقياس فر جهد أقصى الفي الكلية اللي هو هيئيس عليها بتساوي عشر فولت طيب أنا قلت أن القانون الأساسي عندنا أن الفي بتساوي الآي جي في الآر جي زائد الآر إم ده القانون الأساسي في حل مسائل الفولتاميتر أو ما نقوله أن هنا الفي اللي هو هيئسها عشرة عشرة فولت يبقى هنا أدل في بعشرة طيب الآي جي اللي هي الخمسة في العشرة أس سالب ثلاثة هنا وعود عن الار جي القيمتها أربعين قوم طيب زائد الآر إم زائد الآر إم عما أنا أقوله يبقى أقل أربعين الأربعين زائد الآر إم تساوي العشرة على في عشرة طبعا العشرة على على الخمسة في عشرة أس سالب ثلاثة وبكده هنقل بس الأربعين النحيا دي بس بإشارة سالبة وتبقى الار إم بتساوي ألف تسعمية وستين أم بس رجعوا النتيجة دي ضروري ضروري النتيجة دي تتراجع عن طريق الآلة الحزبة وبكده يبقى احنا حلينا المسألة يبقى بائم عنا أعتقد مسألة واحدة والمسألة دي تكون عن المين الأم ميتر والمسألة بتاعت الأم ميتر نشوفها مع بعض والمسألة جات في امتحانات مصر وزارة التربية والتعليم سنة 2007 والمسألة جميلة أوي أوي بتقول أم ميتر ينحرف مؤشره إلى رجع تدريجه عندما وصل بمقاومة خلي بالك أنه جاب الأم ميتر كله ووصله بمقاومة خارجية يعني RX بتلتمية أم احسب المقاومة التي تجعل مؤشره ينحرف إلى سدس التدريج مسألة جميلة بس فيها فكرة بسيطة أن احنا في الأول نشوف كده مع بعض هنا بيقول إيه بيقول بيقول إن هو عنده وصل مع الجهاز مقاومة R مقاومة R X قيمتها 300 أم أهو فجعلت المؤشر ينحرف إلى ربع التدريج يعني ربع الـ I G يبقى مقدار الانحرف بيساوي ربع الـ I G طيب أنا عندي لو أنتوا فاكرين كنا احنا بنقول قبل توصيل المقاومة الخارجية كانت الـ I G بتساوي L V B اللي هي القوة الدفعة للبطارية مأسومة على الـ R' حيث الـ R' لو أنتوا فاكرين في المحاضرة السابقة كنا بنقول إن الـ R' هي المقاومة الكلية الداخلية للجهاز اللي هي الـ R G زائد الـ R C زائد الـ R V زائد الـ R small إن وجدت طيب هنا بيقول إن المقاومة 300 جعلت المؤشر ينحرف إلى ربع التدريج يبقى بعد ده قبل توصيل قبله لكن إحنا بقى نتكلم عن مين عن بعد توصيل عن بعد توصيل المقاومة هؤلما أقول له بعد توصيل المقاومة يبقى ربع الـ I G ربع الـ I G هتساوي L V B مأسومة على الـ R' زائد الـ R X جميل هنا هشيل الـ I G هشيل الـ I G دي وأعوض عنها بقيمتها من المعادلة رقم واحد هعوض من واحد في المعادلة رقم اتنين فأم أقول له يبقى ربع وأشيل الـ I G وأحط قيمة الـ V B على الـ R' الكلام ده يساوي أعوض هنا الـ V B على الـ R' زائد الـ 300 أوم اللي هو الـ R X وهنا أشيل بس الـ V B مع الـ V B واحد يقول له أشيل الـ R' مع الـ R' لا هنا جمع ما ينفعشي أشيلهم مع بعض وبكده أضرب بقى طرفين في وسطين لما أضرب طرفين في وسطين هيبقى 4 R' تساوي R' زائد الـ 300 وهنا هنقل الـ R' النحيادي يبقى 3 R' لأنها هنقلها بإشارة سالبة طبعا هتساوي الـ 300 وأقول له في الحالة دي يبقى أنا جبت الأرداش اللي هي المقاومة الداخلية للجهاز اللي هتساوي الـ 300 على 3 فيها 100 أوم وكده يصبح معلوم عندي الأرداش هو قال إيه بقى؟ بيقول له هات قيمة المقاومة اللي تعطي ستس الانحراف تمام أو ما أنا أقول له طيب يبقى إحنا عندنا أعود بقى في القانون وأقول مرة واحدة بقى ما عودش أجيب الخطوات من الأول أقول له يبقى واحد على ستس الـ R' تساوي واحد على الـ R' زائد الـ RX أهو الـ RX إحنا حسبين الـ R' حسبناها بمية يبقى واحد على ستة في مية تساوي واحد على مية زائد زائد الـ RX أهو زائد الـ RX أقول له هنا يبقى دا اضرب بقى طرفين في وسطين تبقى دي ستة مية نا تساوي المية زائد الـ RX إن البس المية النحية التانية بإشارة مخالفة تبقى المقاومة الخارجية أو الـ RX اللي تعطي ستس الانحراف تساوي خمسمائة أوم وبكده يبقى احنا حلينا كمان المسألة دي ونشوف كده نجرب مع بعض ونقول إيه ونقول إن إحنا باقي معنا مسألة نشوفها مع بعض المسألة الأخيرة في الحلقة بتاعت النهاردة نشوفها كده مع بعض ونقول إن المسألة هتقول إيه نشوفها كده مع بعض المسألة الأخيرة جت في 86 وبتقول أميتر مقاومته خمسة أوم يصل مؤشره نهاية تدريجه إذا مر به طار شدته واحد من المية أمبير يرد تحويله إلى أوم ميتر تمام احسب قيمة المقاومة العيارية اللازمة يبقى هو طالب يا إما الـ RV يا إما الـ RC وأنا قلت لك سمي أي وحدة فيهم المقاومة العيارية لأن فايدتها إنها لما نضبطها أو نضبط قيمتها هتعطيني أقصى قيمة انحراف لمؤشر الجلفانو قبل الأوم ميتر قبل دمج المقاومة الخارجية تمام بيقول إحسب قيمة المقاومة العيارية إذا وصل بعمود كهرابي قويته الدفعة 1.5 فولت 1.5 فولت مقاومته الداخلية اللي هي الـ R اسمه المهملة خلاص يبقى أنا مش هكتبها في القانون وبقول إيه لحد هنا كده دي مسألة لحد هنا كده مسألة عشان أنا هحسب الـ RV أو الـ RC اللي هي المقاومة العيارية بقول لي وما مقدار المقاومة التي عند قياسها بهذا الأوم ميتر تجعل المؤشر ينحرف إلى خمسة من الألف أمبير وبكده يبقوا مسألتين مسألة قبل توصيل المقاومة الـ R X ومسألة بعد توصيل الـ R X ونشوف الحل مع بعض كده في المسألة الأخيرة دي ونقول إيه بها فيها إنه هو قال إنه وصل هنا ناخد معلوماتنا إنه هو إعطاني الـ R عطيني الـ R G قيمتها تساوي خمسة أمبير بعد كده اللي ينحرف مؤشره عندما إلى أقصى تدريج عندما يمر به طيار يبقى ديات الـ I G قيمة الـ I G واحد من المية من الأمبير بيقول لي احسب قيمة المقاومة العيارية اللي إحنا سميها زي ما نتعاوز نسميها إيه تعالى نسميها R V وأقول له إن إحنا قبل توصيل المقاومة قبل توصيل قبل توصيل الـ R X أقول له إن الـ I G تساوي الـ V B على الـ R D طيب الـ R D هنا هي مين هي الـ R G زائد المقاومة العيارية اللي إحنا قلنا هنسميها R V طيب أنا عندي الـ I G موجود الـ I G موجود بواحد من مية يبقى واحد من مية الكلام دي يساوي الـ V B وإحنا عندنا الـ V B هو عطهالي بواحد ونص فولت ومهمة للمقاومة الداخلية يبقى الـ V B اللي هي الواحد ونص على الـ R G اللي هي الخمسة أوم زائد الـ R V يبقى احنا هنجيب بقى الـ R V أعوة ما نقول له الـ R V الـ R V هتساوي الواحد ونص مقسوم على الواحد من مية وهنقل الخمسة النحية التانية بإشارة سالبة وبكده يبقى الـ R V تساوي مية خمسة واربعين أوم ودي المقاومة العيارية طبعا أنا لما أجمع المقاومة العيارية اللي هي الـ 145 على مقاومة الجهاز اللي هي الخمسة يدين الأرداش وبكده يبقىني على طول قلتلك قبل كده أول ما أخلص المقاومات الداخلية للجهاز أروح مسميها الأرداش للجهاز الأرداش للجهاز هتساوي الـ R G زائد الـ R V لسه حاجة أقولك لا يبقى الـ R G خمسة أوم والـ R V اللي إحنا لسه حاسبينها اللي هي الـ 145 أوم يبقى الـ R داش للجهاز كلها تساوي 150 أوم بيقول لي إيه هات قيمة المقاومة المجهولة يبقىني هجيب المقاومة المقاومة المجهولة اللي إحنا قلنا دائما نسميها بالـ R X اللي هتعطي طيار طيار في الحلادي يعني الـ R G في الحلادي هتساوي هتساوي قيمة الخمسة من الألف أمبير وأقول له بما أن الـ R G هتساوي بعد توصيل المقاومة بعد ما وصل المقاومة أقول له الـ I G هتساوي في الحلادي الـ V B على الـ R داش اللي هي المقاومة الداخلية بدل معه دكتب قيمهم كلها زائد الـ R X وأعوض أقول له هنا دية خمسة من الألف تساوي الـ V B اللي هو الواحد ونص على الـ R داش اللي هي المية وخمسين زائد الـ R X وهنا نقول يبقى الـ R X عندي تساوي الـ R X إذن إذن الـ R X هتساوي الواحد ونص اللي هي الـ V B على قيمة شدة الطيار اللي هي عندنا خمسة من ألف ونقل المقاومة الداخلية للجهاز اللي هي الـ R داش اللي إحنا حسبينها من شوية اللي هي المية وإيه وخمسين واجيب قيمة المقاومة اللي تعطي الانحراف ألاقيها أيضا مية وخمسين قوم وبكده يبقى احنا النهارده إن شاء الله خلصنا المحاضرة كده وإن شاء الله أتمنى إنها تلبي كل الأفكار وكل الطلبات اللي طلبت مننا خلال الرسائل اللي إنتوا بعتينها وخلال برضو الناس اللي اتصلوا بينا عشان يسألوا على المراجعات إن احنا إن شاء الله هنقدم المراجعات وفي الحلقة الجاية إن شاء الله هنعمل مراجعة جميلة جدا جدا عن الحس الكهرومغناطيسي السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة